في الصياق قال زعيم حزب إسرائيل بيتين وفيكدور لبيرمان أنه يجب انتظار النتائج الحقيقية قبل أن نتوصل إلى استنتاجات نهائية وأضاف لبيرمان أن حزبه ذو مبدأ ولم يتغير كما فعل من جلس مع عرفات وطيبي في اتفاقية واي بلانتيشن من جلس مع عرفات وطيبي في اتفاقية واي بلانتيشن ووقع عليها ومنح مناطق بي وسي للفلسطينيين لا يمكنه أن يكون جزء من اليمين هذا بالنسبة لنا ولهذا سنتخذ القرارات وفقا لما هو الأفضل لدولة إسرائيل وحسب وعودنا للناخبين